والخطوة هي أنه هذا الطرفين يعني الجزائري أو الجزائرية والأجنبي يتاجهوا وين يروحوا عند مصلحة اللي هي الولاية الولاية هي المختصة بإصدار رخص الزواج المسبقة وبالتحديد مكتب تنقل الأجانب نروح عند مكتب تنقل الأجانب لعندهم استمارات نعمروا هذه الاستمارات إضافة إلى ملفات إدارية بالنسبة للجزائري فهو ملف روتيني عن شهادة ميلاد إقامة إلى غيرها ولكن بالنسبة للأجنبي هناك ملف ليتضمن عدة ظوابط اللي بيها نستصدروا هذه الرخصة لمثلا عندنا شهادة صور الشمسية عندنا خصة صحيفة السوابق العدلية عندنا شهادة القدرة على الزواج يبينا هل إقامته في الجزائر هي إقامة قانونية يعني هو ملف طويل وعريض يعطوه لهم في المصلاحة هدية ما شهادة لتثبت الديانة؟ منين استخرجوها؟ أولا نطفي نبدأ بالشوروط بشهادة ندخلوا في وسط هذه الديانة ونهضروا بالتفصيل عليها شوروط استثدار الرخصة عندنا أولا الإقامة القانونية في الجزائر يعني هذا الطرف الأجنبي لازم كي يكون في الجزائر بشي استثدار هذه الرخصة يكون في إطار قانوني إما يكون مقيم في الجزائر وهنا لازم تكون عنده بطاقة المقيم الأجنبي وإما أنه ما يكونش مقيم وجب تأشيرة فهذا التأشيرة لازم تكون قيدة صلاحية هذا بالنسبة للرعاية اللي يدخلوا الجزائر بالتأشيرة وما تكونش مضبوطة بمدة محددة؟ أكيد تكون قيدة صلاحية تأشيرة لازم تكون في الجزائر لازم تكون مازالها قيدة صلاحية لأنه نتوقع أنه الإجراءات تدي وقت تعجم على الميناء في فغيره ولكنه هو مش ملزوم أنه يقعد هنا حتى يتم استثار إضافة إلى أنه يقدر يدي الوكالة للطرف الجزائري وهذه الوكالة تقدم في إيطار الملف قلنا لازم يكون مقيم إقامة قانونية ثاني الشرط لازم تكون عنده القدرة على الزواج وهذه الكلمة بزيف ما يفهموش وش معنتها القدرة على الزواج نثبتوها بشهادة اللي هي شهادة القدرة على الزواج هذه الشهادة يخرجها الطرف الأجنبي ما وش الجزائري وهذا الطرف الأجنبي من وين يستخرجها؟ من قنصرية البلد التاو وش معنتها شهادة القدرة على الزواج؟ هي عبارة عن سيرة ذاتية لهذا الطرف الأجنبي الدولة التاعو تحضرنا عليه تقول لنا حالته المادية حالته الاجتماعية هل هو متزوج في البلد التاعو أو لا وكذلك أهم نقطة فيها إذا متبع بقضايا ربما أو السوابق هذه هي ومام هو رح يدفع شهادة السوابق العدلية ومن أهمية كذلك لقصي شهادة القدرة على الزوج هي أن الدولة التاعو رح تقول لنا هل هي ممانعة أو لا عن هذا الزوج يعني هل هي إذا مددتها يعني أنها لا تمانع زواجه من هذا الجزائري وهي وقتاش تكون الممانعة تكون الممانعة مثلا في حالة ما إذا كان هذا الطرف الأجنبي أوروبي وكان متزوج في الدولة التاعو فأكيد أن الدولة التاعو ما تقبلتها لا ما رحش يقدر يتحصل عليها هذه هي منتها القدرة على الزوج كذلك عدنا من الشروط في الاستثار الرخصة عدنا قلنا الإقامة وعدنا القدرة على الزوج وعندنا كذلك عفوا شهادة الديانة الإسلام شكرا لطفية على التفكير اللي هي شهادة النوم مسلم وهذه نطلبوها فقط بالنسبة للرجال منين استخرجوها استخرجوها هذا إذا كان مقيم في أوروبا هذا يعني يخرجها من مصالح الدينية يتما يروح للمساجد اللي يتما ولي يخرجها أما إذا خرجها هنا في الجزائر فيتجه إلى مديرية الشؤون دينية واللي هي عندنا مصلحة التوجيه القرآني والتعليم الديني كيف تثبت أنه حقا مسلم أم لا أكيد هو ملف هو ملف يقدم في شهادة ميلاد إلى غيرها ويقوم يقول استجواب معه ويقول هو متى أشهر إسلامه يجب أن يكون من قبل لا يجب أن يكون هذا كل نهار فسيلا قال لهم مليون حنوالي مسلم هذا يعني أنه قد يكون هناك تحايل هل يستوجب الأمر ربما إشهار وإعلان إسلامه أمام العلن في مسجد مثلا هذا لما يتم إشهار الإسلام دائما غالبا ما تقدم شهادة خاصة إذا كان في الجزائر أو حتى في أوروبا من وزار شؤون دينية إذا كان أشهر إسلام في الجزائر فتقدم من وزار شؤون دينية وإذا كان في أوروبا في المسجد اللي أشهر به إسلام وفي ذلك شاهده رح يكمل الميلف